مشاهدين أسعد الله صباحكم وأهلا بكم في فقراتي بأعين الرابعة وافيكم بها من قناة البلاد جبلة الصحف لنهار اليوم نستهلها بموقع البلاد الذي عنوان لجنة والأهل تعلن يوم الأحد أي غدا أول أيام عيد الفطر في الجزائر وسيكون اليوم السبت المتمم لرمضان لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال وسيحتفل المسلمون في معظم دول العالم بعيد الفطر للغام 1441 هجري في يوم واحد الأحد ست دول تتحرى هلال العيد اليوم السبت بينها الجارة المغرب وسلطنة عمان إلى جانب سودان والهند وباكستان وبنغلادش في جديد حصلة وباء كورونا بلغت حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر سبعة ألاف وتسعمائة وثمانية عشر إصابة بينها خمسمائة واثنتين وثمانين وفات وأربعة ألاف ومائتين وست وخمسين متعفين إلى غاية الجمعة بعد تسجيل مائة وتسعين إصابة جديدة وسبع وفيات ومائة وأربعة وتسعين حالة شفاء في الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة موقع البلاد ورد فيه كذلك الشرطة توزع خمسين ألف كيماما وقائية على المواطنين في مبادرة تضامنية وقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وذلك بهدف توعياتهم وتحفيزهم على المزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على الصحة الفردية والجماعية في المجتمع ننتقل بكم مشاهدين على جريدة الشروق عنوانات في الصفحة الأولى كورونا تفرض عيدا استثنائيا على الجزاريين حجر منزلية لزيارات عائلية والمركبات ممنوعة من السير ولأول مراتين المساجد مغلقة وصلاة العيد في البيوت الشروق دائما كتبت في منشاتها الحبس ومليونان غرامة لكل من لا يضع الكمامة المساء وفي عدد اليوم كتبت تخفيف إجراءات الحجر مرهون بتحصن الوضع الوبائي بحسب تصريحات وزيري الصحة إلى يوميات الشعب قالت عملية إجراء تسعة ألاف رعية فرنسية من ميناء الجزائر تتم عبر باخرات كورسيكة ابتداء من الحادي وثلاثين مايا سنتهر الاستثمار من سرطان الفساد هكذا عنوانات يوميات والحوار في الصفحة الأولى نعرج على يوميات الجزائر قالت في الصفحة الأولى وزارة التربية تشرع في صدعاء معد أسئلة الباكالوريا والبعم ستشمل العاملين أصحاب عشرة سنوات خبرة مشاهدين والآن نترككم مع هذه الرسومات الكاريكاتيرية اشتركوا في القناة ختام جولتنا لنهر اليوم نلقاكم في موعدنا اللاحقة بإذن الله سلام